مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الأخباري إذن ارتفع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبلة سواحل الشبى الأسبوع الماضي إلى 11 شخصا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا وقد انتشلت وحدات الحرس البحري والجيش الوطني بالمهدية مساء أمس خمسة جوثة أخرى بعد عمليات تمشيط وبحث عن مهاجرين مفقودين بعد أن تم انتشال ست جوثة وإنقاذ أربعة عشر فردا في شأن النقبي مثلت مقترحات الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية محور أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انتظمت صباحا اليوم في مدينة الحمامات بإشراف الأمين العام للمنظمة الشغيلة ندرين طبوبي وقد صرح الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطهري على هامش الأشغال أن هناك تقدما في المفاوضات وتحفظ عن ذكر التفاصيل واكتفى بالقول أن هناك بعض النقاط يتوجب توضيحها من بينها الأجال وضمانات التطبيق ويطالب الاتحاد بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 بهدف تعزيز المقدرة الشرائية للشغالين فيما اقترحت الحكومة خلال مفاوضات سابقة زيادة يتم صرفها بعنوان وعنوان 2023-2024-2025 ثم نوع من التقدم وهذا التقدم عرضه الآن الأمين العام على الهيئة دارية ونحن بسدد مناقشته ما نجمش ندخل في تفاصيل وتسمحوا لي في هذا وإنما نقول أنه ثم نوع من الحلحلة اللي قامت بها الحكومة ما زالت بعض الاستفسارات والاستداحات حول بعض النقاط اللي ربما بقيت غامضة لابد من توضيحها في علاقة بالأجال في علاقة بالضمنات التطبيق وبعلاقة أيضا ببعض النقاط الأخرى المضمنة في البرقية في 2016 المرتبطة بالمنحة التضامنية الاجتماعية أو المساهمة التضامنية الاجتماعية اللي نجد حلا لأجال إمكانية إلغاءها والأمر نفسه بالنسبة للأجر الأدنى واللي لاحظنا أنه ثم نوع من التقدم في هذا المجال بدأت ظهر اليوم عملية فرز أصوات المحامين بعد أن أدلوا صباح اليوم بأصواتهم لاختيار التركيبة الجديدة لمجلسها والعميد الجديد وفروعها الجهوية خلال فعاليات المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية المحامين التونسيين ويتنافس خمسة محامين على خلافة العميد الحالي إبراهيم بودربالا كما تقدم تسعة وثلاثون محاميا للترشح إلى عضوية مجلس الهيئة الوطنية المحامين التونسيين البالغ عدد مقاعده أربعة عشر مقعدا فيما يتنافس ثلاثة وأربعون محاميا على رئاسة الفروع الجهوية البالغ عددها سبعة عشر فرعا بدأ العدد التنازلي لاستقبل السنة الدراسية الجديدة ومعها بدأت تتسارع خط الأسر التونسية من أجل تأمين المستلزمات الدراسية في توزر يشكو الأهالي من غلاء أسعار المواد اللازمة للدراسة ما زاد الضغط على كاهل ميزانيتهم كاميرا الأخبار رصدت أراء الأولياء حول هذا الموضوع نتابع التفاصيل بنسق متسارع تستعد الأسر بولاية توزر لاستقبل السنة الدراسية الجديدة وسط تذمر الأولياء وأرباب العائلات لغلاء أسعار مختلف المواد المدرسية وخاصة النقص الفادح في الكراس المدعم أكثر من مفجوعة غادي أنا أول قطعة نأخذها توهيكا اليوم نأخذ أول قطعة للصغار فرق كبير يسمى بيننا أول واثنين فما الدوبل نحيط الكرارس ومنحيط الأقلام ومنحيط السلوات نرى أن الدولة يراعوا المواطن يراعوا البابا عائلة أسعار مشطأ معناها الإنسان العادي البسيط ما ينجمش بصراحة مشكلة في الكرارس ما زالت مش متوفرة الكرارس خاصة الكرارس مدعمة هذه العادية ما زالت مش موجودة إن شاء الله قالوا لنا أسبوع الجيت تشري من عندها أقلام كرارسات واكتبوا لوازم الكل معناها باش ينجم هو يعطيك معناها يقيم مثال ما نعرفش يونكم في الفالير مثال أنت عصون دينا أعطيك هو ستة أو سبع كرارس من المدعم ثم نقص كبير في الكرارس المدعم ثم نقص كبير وديما المواطنين يأتيوا أول حاجة سألوا عنها يقولوا ثم كرارس مدعم إذا كان هناك كرارس مدعم باش يأخذ باش يكمل يقضي بقية الأدوات باش كرارس مدعم ما يمشي كلفة مسلزمات العودة المدرسية أعتبرها الأولياء تلميذ باهظة الثمن وزادت الضغط على كاهل الميزانية الأسرية وضع أجبر العائلات على التنقل بين الأسواق الأسبوعية لعلهم يفرون بمواد مدرسية منخفضة الثمن حتى وإن غابت عنها الجودة قضية الأسبوعية خف أنقص الأدوات في الأسعار أنقص ما تخفوش من الجودة الحاجات الموجودة في السوق صحيح موجود الجودة في المكد تحديات بالجملة تنتظر مندوبية التربية بولاية توزر لإنجاح الموسم الدراسي خاصة أمام تملم الأهالي الجريد لتواصل ترد النتائج المسجلة في مختلف الامتحانات الوطنية مما جعلت ولاية توزر تتذيل الترتيب في السنوات الفارطة إضافة ونقلة للمشهد التربوي بولاية مدنين تتمثل في إحداث معهد ثانوي جديد بمعتمدية جرجيس إنجاز انتظره الأهالي طويلا وسيساهم حتما في حل عدة إشكاليات إضافة نوعية في مفتتح السنة الدراسية الحالية بإحداث معهد ثانوي بمنطقة شماخ بمعتمدية جرجيس في مطلب نادى به الأهالي والإطارات التربوية منذ سنوات عديدة لإشكالات حقيقية يعيشها التلاميذ والإطار التربوي في المنطقة المؤكد أن المعهد يحل برشة مشاكل منها القطاع المدرسي ومنها أيضا صعوبات خاصة من تلميذ عند منتصف النهار ثم تلميذ في حس جيربي وفي شماخ فترة الغدام تتجاوز خمس دقائق والكار تستنى فيهم هذا بش يحلنا الإشكالية هذه وفي الأخر معناها نفذونا الوعد والحمد لله قبل ذريتنا متبادلين يقل في اللساء معناها معناها حتى نتاجهم كان سلبية جدا وطول إن شاء الله تكون لدينا إيجابية لذرنا ونستقبل إصغارنا إن شاء الله إذا كان باش يوفروا لهم معناها النقل ضروري ضروري جدا محهد ثانوي جديد باعتمادات تفوق الخمسة ملايين دينارة وبمواصفات تقنية وجمالية ذات خصوصية تم الحرص على إنجازه بهذه الطريقة ليكون إضافة ونقلة للمشهد في الجهة المولود الجديد في ولاية بدنين هو محهد شماخ الذي انتهت أشغاله وفي طار القبول الوقتي إن شاء الله سنيه باش يقري هذا المشروع بكلفة جملية خمسة مليون دينار وهو تحفة معمارية وهندسية جميلة وإن شاء الله مبروك على أهالي جرجيس وأهالي شماخ وأهالي ولاية بدنين المعهد هذا ليس ينطلق السنة دراسية الحالية هو انتهت كليا قاعدين جمع هذه ندخلوا في الضو ينطلق بمئة وسبعين تلميذ في مرحلة أولى وإن شاء الله يكون قدم الإضافة لأنه ليس يقرب الناس اللي كانت تتنقل يوميا إلى مدينة جرجيس اليوم بالمعهد هذا إن شاء الله بالتطور متاعه نكون حلين إشكال كبير ويكون إضافة إن شاء الله كبيرة برشا بالنسبة لولاية مدين بقلرة الله بإحداث محهد ثانوي بمنطقة شماخ واحد من إحداثات عديدة على مستوى الجهة في السنوات الأخيرة لكن التي ميزها هذه السنة إحداث مدرسة ابتدائية في معتمدية بنغردان بمجهود المواطنين بشكل خاص وبشكل كامل تم إحداث هذه المدرسة إلى موضوع آخر وموسم فلاحي واعد ينتظره فلحوا ولاية القصرين بعد الأمطار الغازيرة التي تهاتلت على عدد من المعتمديات ما سيؤمن محاصيل وافرة في المواسم الفلاحية القادمة وفق عدد من فلاحي الجهة ثلاث سنوات متتالية من الجفاف عرفتها ولاية القصرين كانت لها تداعياتها على المواسم الفلاحية في الجهة ومع نزول كمية هامة من الأمطار خلال الفترة الأخيرة أبدى فلحوا الجهة استبشار في مثل هذه الفترة من الموسم خاصة بالنسبة إلى الأشجار المثمرة نطر معناها عادة تنصب في شهر سبتمبر وتنقطع معناها تماما إلى فصل الصيف المدة الأخيرة في أنتعرفنا في أنت واحد موجة متأسحبة معناها متتالية الحمد لله معناها كانت كمية كافية بالنسبة معناها للجهة بالنسبة للأشجار معناها الكمية هذه بالطبع عندها تأثير خاصة في فصل خريف أن الشجرة معناها فاتت الموسم بتاع الحرارة معناها فاتت والشجرة في الوقت هذه معناها تنجم تنمو صبت عنا برشة أمطر كانت جفيف نستحمد ربي أمطار بيهية ومشانا نستبشر بموسم في إليحي ويكون بيهي تعاون الفلاح على الزيتون والهندي الزيتون اللي عندها شوية كعب وكذا تواعنت تقفز وكلك عبادك تعمل معناتها نقوله نحن اللب وكهو معناتها الفلاحة وينه ساقية وينه ثنين أنقذتهم الساقية وينه ثنين وبالإضافة لأهمية هذه الأمطار من حيث ارتواء التربة وتحسين نوعية المنتوج فإنها ستوفر على الفلاحين عناء شراء الأعلاف سيما وأن هذا القطاع يشكو بدوره ندرة وغلاء في الأثمان يكون فصل خريف مناهة ثم أعشاب مناهة تخرج وبس يكون مناهة تساعد الفلاح على واحد عدم شراء الأعلاف خاصة أنه ثاني نشكو من شح مناهة الأعلاف وبس يكون مناهة عندها معناها عامل إيجابي بالنسبة للفلاح أنه أقل ما فيه يرتاح مدة معينة من شراء معناها الأعلاف ويأمل فلاح والقسرين أن يتواصل هطول الأمطار بكمية غزيرة في فصلي الخريف والشتاء حتى يضمن موسما فلاحيا متميزا سيما بالنسبة إلى وفرة الإنتاج وتنوع المحصول وتعويض خسارة ثلاث سنوات من شح الأمطار بالجهة وجهنا آخر لفصل الخريف فبدخوله بدأ الإحساس بالرطوبة بسبب حرارة التقس يرتفع ويؤكد الخبراء أن الرطوبة تتسبب لدى بعض الأشخاص في ظهور إشكالات تنفسية وأمراض الحساسية على اختلاف أنواعها يتميز شهر سبتمبر بارتفاع درجات الحرارة المرتبط أساسا بظهور الرطوبة التي غالبا ما تكون مرتفعة خاصة بالمناطق الساحلية وهو ما يكون أثره واضحا على الإنسان في هذه الفترة وقت اللي ترتفع الحرارة نسب التبخر بشزيد البحر المتوسط بشسخ أكثر الرطوبة هي نسبة بخار الماء في الهواء الحرارة التي تنقيسها هي الحرارة التي نقصها بجهاز الترمومتر في الهواء على ارتفاع 2 متر وهي درجة حرارة الهواء بينما الحرارة المحسوسة هي الحرارة التي يحسها جسم الإنسان وقت اللي معتها نسب الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة يزيد وقت اللي تكون درجة الحرارة 35 درجة كيف كيف أما الرطوبة أكثر شوية 70% نحسوا الرطوبة ولا الحرارة نحسوها 51 درجة قلق برشا سخطول الكبار في العمر اللي عندهم حساسية اللي عندهم أمراض مزمنة دوش ما تدوش كيف كيف العرق هو هو والله أخبطك هو هو رطوبة تقلق شوية تعب نمنوع ما نقضوش يحنا في المسيح المنشفى ديما معايا وديما معايا في الساكمة الخدمة حتى من اللي ميدي تيت والي أكثر من اللي كانت تقبل وتتسبب الرطوبة في ظهور أعراض للحساسية المرتبطة مثلا بالجهاز التنفسي وأخرى جلدية الحساسية للأنف والحلق هي تجي في تبديل الفصول الأسباب والأعراض هذه تكون جنرال مو العص الشديد والمتكرر سيلان الأنف دموع في العينين إنسداد الأنف والإنسداد الأنف هذا ينجم يعطي صداع في الرأس والتهابات في الحق ذيق التنفس يجي وقت اللي يقع استنشاق لزلرجان هذوما معناها بالرطوبة هذه ينجم يقع تكاثر المواد الحساسة اللي موجودة في المنزل رطوبة فصل الخريف وإن كانت سببا في ظهور الحساسية فإنها وراء نزول الأمطار هو تبخر وين يصير؟ يصير في البحر حاجة عادية بشكون نسب التبخر أعلى في المناطق الساحلية وبالتالي نسبة الرطوبة بشكون أعلى لكن عندها إيجابيات مناخية كيفاش؟ لأن الرطوبة هي عامل أساسي في عملية تكون السحب الرعدية بتبيعها مع نزول منخفضات من أوروبا وهذا كالله شحنا في كل موسم تخريف في آخر أوت وخاصة سبتمبر أو أكتوبر دي منعيشوا أمطار غزيرة وغزيرة جدا في السواحل الشرقية التونسية يرتبط فصل الخريف بالتقلبات المناخية باعتبار تعاقب الفصول حيث تؤثر هذه الفترة على نشاط الإنسان أيضا فبعد أوت وأجوائه الصيفية يأتي موسم الأمطار والبذر في انتظار الحصاد نختم بشأن الثقافي ونعت وزارة شؤون الثقافية الكاتبة والباحث والنشر والأعلام التونسي محمد البدوي الذي وفاه الأجر المحتوم اليوم ويعد الراحل من أبرز الناشطين في المشهد الأدبي بتونس منذ أكثر من أربعين سنة إذ كان منتج برامج أدبية بإذاعة المنستير وشغل البدوي خطة رئيس اتحاد الكتاب التونسيين من 2008 إلى 2014 كما أسس دار النشر البدوي للنشر ثم دار بن عربي وصدرت له جملة من الأعمال كما كانت له مشاركات عديدة في كتب جماعية وإصدارات نقدية وفي الملتقيات الأدبية والثقافية في تونس وفي العالم العربي رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وهكذا نكون مشاهدنا قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الأخباري شكرا على المتابعة والاهتمام